أهلا بحضراتكم زي ما تكلمنا في بداية حلقتنا النهاردة إن التقلبات الجوية اللي بتشهدها الأجواء المصرية اليومين دول حنلاقيها كده مختلفة الصبح منلاقي الجو حر بالليل منلاقي الجو برد كل ساعة منلاقي حيل أكتر ناس بتضرر من أجواء دي هم مرضى الحساسية الصدرية اللي أي شوية تراب في الهوى بيأثر عليهم بشكل سلبي بيقفل لهم صدرهم تماما بيقوش عارفين يتعاملوا خرص ده غير بقى بتوغل الجيوب الأنفية لزي حالاتي كده الصدار بيروح قافل المناخين كبابا لكن هل فيه إجراءات مثلا معينة نقدر نعملها خلال فترة الطقس السيئ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتورة جهان العسال وهي أستاذ الصدر بجامعة عين شمس اللي نورانا صلاح الخير عليك يا دكتور سموها النوري فاند يا أهلا بحضراتكم سهلا طيب حضرتكم بالصح والسلام هنتعامل زي فاندم مع تقلبات الطقس يعني في البداية قلني نحاول قدر الإمكان ما نخرجش لكن الناس عندها أشغال وفي مدارس هتضر تخرج في الآخر هو فعلا احنا مشكلتنا مع مرضى سواء حسية الصدر أو الجيوب الأنفية إن هم أكتر مرضى بيتأثروا بالبيئة أو بالجو حواليهم وأكتر ناس بيتضروا مع تقلبات الجو وخصوصا في فترة تخول الربيع والربيع عندنا الحياة دايما متطبط بالأخبطة في الجو وتراب نوبات تراب أو عدم استقرار في الجو ده بالنسبة لنا على طول بيترجم لمشاكل طبية على طول مع المرضى حسية عين حرقات عين دموع صداع مراخير ديئنا فصل تهيب الحسية نوبة تقوحة أزمات كتيرة جدا بتحصل طيب أحنا هنعمل إيه في تقلبات الجو مبدئيا زي ما أنت قلت لو نقدر ما نخرجش يفضل نحن ما نخرجش يعني بمعنى اليوم النهاردة في تقلبات أو في موج التراب أو الجو مش مستقر لو أنا عندي فرصة أن أنا مخرجش من البيت ده يفضل عدم الخروج في الجو ده فأبقى في البيت ومقفلة الشبابيك ما دخلش يعني ما بقاش قاعدة ومفتح الشبابيك ما عملتش حاجة أقفل الشبابيك والبواب وبقدر الإمكان أحافظ على البيت إنهم ما يتعرضش للتغيرات اللي برا طيب دكتورة ما عليش أسف على المواطعة احنا منبقاش عارفين إمتى نقفل وإمتى نفتح ما نحن نبقى خايفين من تقفيل البيت ده برضو إنه هو يسبق التراب يتحرس جوه وتبقى الحسية أكتر وممكن لقي فيروس أو بكتيريا لو ما فيش هوا داخل وما فيش شمس داخل منبقى خايفين أكتر برضو لأحنا لازم نفرق بين تهوية البيت وننقفل لما يبقى فيه موج التراب يعني أنا لازم كل يوم البيت يتحوى التهوية دي ضرورية لأي مكان بنعيش فيه لازم تجديد الهوى باستمرار فدي حاجة مفروغ منها بصفة يومية ودايمة لكن اللي احنا بنتكلم فيه إن أنا عندي النهار ده مثلا قامت موج التراب أو قامت عصفة ترابية زي ما بيحصل عندنا في بعض الوقت في الحالة دي قبل ما تقوم عصفة تراب أو ما أفل الشبابيك وحافظ على جو البيت خالي من التراب ده على قد ما بقدر طبعا أي برضو الشبابيك والبواب ما بتعزلش 100% بس هتبقى أرحم بكتير من إن أنا أتعرض بطريقة مباشرة للتراب ده طب أنا مضطرية زي ما حتك بتقول عندنا أشغال مضطرية أنزل هأخلي فترة تعرضي للجو الخارجي على أقل درجة ممكنة وممكن نستعمل المسكات اللي احنا كنا بنستعملها أيام الكورونا دي برضو هتفلتر شوية أو هتقلل شوية نسبة التراب اللي هتعرضه طبعا مهمة قوي في الفترة دي أي مريض يبقى مواظب على الأدوية بتاعته البخخات والأدوية اللي بياخدها لازم يبقى الانتظام عليها جديد في الفترة اللي فيها تقلبات دي علشان دي بتقلل استعداده للمشاكل الطبية اللي ممكن تحصله مع التعرض للتراب طيب لو أنا أفتح وعمل معادلة دي حكاية إن أنا أفتح وعمل معادلة دي بنعملها في الجو البارد مش في التراب أنت التراب مش محتاج معادلة أنت حتواجه التراب فأنت محتاج تازل عنه على قد ما تقدر أو تفصل بينك وبينه لكن إم تحتاج أعمل حكاية المعادلة والتهوية دي في يام الشدة الشتة لما يبقى جو برد برة تبقى البيوت متقفلة ودافيان ونائز للصبح بدري أو الولاد نازلين للمدرسة ساعة ستة ولا سبعة الصبح جو سقعة جدا والبيت متقفل ودافي ودايمين من تحت بطاطين ومتكلفتين هي دي بقى اللي أنا بحتاج إن أنا لازم أفتح شوية في البيت أهوي علشان ما يبقاش فيه تغيير مفاجئ في درجة حرارة جسمنا إحنا دايماً أكتر حاجة بتأثر فينا يبقى فيه تغيير مفاجئ في الدرجة حرارة يبقى من سخنة دخل على السائع أو من سائع أدخل على سخن هي دي اللي بتعمل المشاكل ففي الشتة لأ أنا أهوي قبل ما ننزل أو قبل الأولاد ما ننزلوا المدرسة أهوي البيت شوية يبقى فيه نسمة هوا بحيث ما يبقاش فيه فرق درجة حرارة والولد بيفتح باب الشقة أو باب العمارة يفاجئ بفرق درجة حرارة 10-15 درجة ما سنفوش دكتورة دايماً الحساسية متهمة من الناس اللي ما عندهمش وعي صحي كفاية يعني تلاقي الأطفال رايحين المدرسة وهم بالفعل مرضى والأمها تقولك أصلاً ده عندهم حساسية دول بيكوحوا دول حساسية تلاقيه في الأماكن المزدحمة سواء المصالح سواء الجامعات أو المدارس ناس بتكوحوا أنتش عارفة دي برد ولا كوحة حساسية وعلشان ناس بقت تخاف من كورونا توقعي لحساسية وخلاص برغم أنها ممكن ما تكونش حساسية إزاي نفرق ما بين كوحة البرد وكوحة الحساسية انسداد الأنف بتاع البرد وانسداد الأنف بتاع الحساسية حياء الأعراض طبعاً أكيد هتبقى مختلفة هما الاتنين هيكوحوا الاتنين ممكن تبقى نقلهم مزدودة بس أنا أعراض البرد هتبقى عندي أعراض تانية للبرد موجودة ممكن يبقى فيه مصاحب لها في بعض الحالات ارتفاع درجة حرارة ممكن يبقى فيه احتقان في الزور ممكن يبقى فيه سيلان للأنف أكتر منه انسداد بتبقى فيه أعراض بتبقى باين أن أنا عندي أعراض طرقت عليها ما كانتش موجودة قبل كده عيان الحساسية بيبقى فاهم أن هو تعرض لحاجة مهيجة للحساسية بتاعته فقامت بزيادة الأعراض يعني تعرض لطراب زي ما بنقول تعرض مثلا حد شرب جنبه سجير أو ريح الدخان أي حاجة مهيجة للحساسية ويضطر أن تظهر عنده الأعراض دي فتبقى فيه فرق أنه عنده عراض بس دي نفس أكتر أو كحة مستمرة أو أن فيه أعراض بقى بدأت أعراض برد عندي احتقان عندي سيلان في الأنف عندي أعراض تكسير همدان دي طبعا أعراض برد المشكلة أنه نحن لازم نفصل بين الاتنين البرد ده زي ما حديك قلتي ماضي المشكلة أن البرد نفسه ممكن يهيج أعراض الحساسية يعني مرضى الحساسية لو جالوا برد ممكن مع استمرار دور البرد وعدم أخذ علاج مناسف من الأول والسيطرة على البرد ده بسرعة ده ممكن يهيج أعراض الحساسية عندي بأدوار برد وتكمل بعد كده بنوع من أنواع الحساسية أو الكحة فنلاقي العيان عنده برد أعراض البرد كلها خفت بعد كام يوم وبقاله أسبوعين ثلاثة عمالي كح أقول لك أفضل أن كان عندي برد لأ عندي الحساسية ابتدت إعراضها تظهر بسبب البرد اللي انت خده طيب هل ممكن نتيجة التعرض للجو اللي فيه تراب ده حد يجي له حساسية هو كبير وتبقى مزمنة بقى معاه يعني ما بدأتش معه من هو صغير مثلا بس هو الحساسية ممكن تظهر في أي سن هو طبعا بيبقى فيه استعداد ورسي لها فمعظم الحالات لازم يبقى فيه استعداد ورسي زي ما بنقول كده إيه بتجري في العيلة موجودة في العيلة فهو بيبقى عنده استعداد ورسي ممكن آد تظهر وهو في ممعظم الحالات طبعا بنتراها في سن الطفولة أو في سن المراقل أو بداية صغرها لكن فيه حالات بتبتدت تظهر في السن الكبير وخصوصا زي ما حديثك بتقول كده بعد الإصابات وخاصة الإصابات الفيروسية بتبتدي تظهر زي ما تقول كده الاستعداد الكامل أو الاستعداد الوراسي اللي كان موجود ويساكن ما كانش حد واخد باله منه العيلة فيها حاسية لكن هو الشخص ده ما كانش عنده الأعراض دي قبل كده فياخد دور فيروس وده شفناه كتير بعد إصابات الكورونا في السنين اللي فات إنه يجاله فيروس عدوى فيروسية جديدة وبدأت تظهر من بعدها عنده حالات أو أعراض لحساسية ما كانتش بتظهر عنده قبل كده طيب دكتورو إحنا بنقول إن في حاجات بنقدر نعملها وقائية تبعد عننا البرد بناخد تطعيم للبرد بناخد حاجات فيها فيتامين سي كتير سواء من المأكلات أو المشروبات إيه اللي ممكن الواحد يعمله عشان يقوي جسمه ويقوي جسم أطفاله والكبار السن والمحيطين بيه من إنه هو ما يتعرضش لنوبات الحساسية بس هي زي ما بتقول كده الشخص الصحي أو التعليمات الصحة اللي كنا بناخدها زمان وتتكتب على ظهر الكراسة بتاعتنا الأكل الصحي طبعا زي ما حتك بتقولي خضار والفكهة الحاجات اللي فيها فيتامينات ومضادات أكسادة طبيعية الجسم الرياضي ده مهم جدا التجنب التدخين مهم جدا الممارسة رياضة المحافظة على الوزن عدم زيادة الوزن يعني لازم بصفة عامة يبقى الإنسان صحته كويسة عشان يقدر يقوم أو يمنع أي مرض ويقدر يتعامل مع أي مرض حتى لو كان مزمن عنده زي الحساسية التدخين هو كمان مؤثر يعني لو في حد مشرب سجاير بيؤثر على أي طفل لو عنده حساسية يؤثر عليه حتى تلك إذا كنا بنقول الجو والتراب بيأثره التدخين طبعا من المؤثرات الشديدة جدا التدخين بيأثر هو نفسه بيعمل مشاكل وأمرات كتيرة في الرئة غير أنه هو بيهيج الحسية الأولياء الأمور اللي بيدخنوا سواء الأب أو الأم لو حد منهم بيدخن ده بيأثر على أولادهم جدا بيزود نسب إصابة الأطفال بالحسية وبأمراض الصدر المختلفة طيب دكتورة في ناس بطبيعة شغلها بتبقى بتتعرض لحاجات مهيجة الحساسية سواء مثلا في الحقول في وقت موسم اللقاح سواء في أفران الأكل والعيش والحاجات دي بزرات الدقيق بتحرك السيدات وهي بتنظف بيوتها بتتعرض للتراب إذا ما كانش يعني إذا كان مكان مقفول بقى له فترة في ناس بطبيعة الحال بتتعرض لمهيجات الحساسية تتعامل إزاي؟ زي ما قلنا اللي نقدر نتجنبه نحاول نتجنبه يعني أول خطوة في علاج أي مريض حسية بنقوله تجنب الحاجات اللي بتهيج لك الحسية فطبعا اللي بيشتغل في الحاجات دي بقدر الإمكان لو يعرف يتجنب هذه الخطوات أو هذه الوظيفة أو يغير طبعا ده أفضل حل بالنسبة له لو مش قادر يغير يبقى حناخد إحتياطات على قد ما نقدر سواء بنلبس مسكات أو في بعض أنواع الصناعات أو المهن بيبقى فيها فلاتر مع مسكات صناعية معينة منضطر نلبسها الحاجة دايما بتبقى مشكلتنا مع رباط البيوت حكاية التنظيف وده برضو ممكن نتجنبه بطرق مختلفة يعني مفيش دعي أن أنا نفض التراب فهيج الدراب واستنشكه لأ ممكن أستعمل مثلا مكنافسة كهرباء أو فيكيوم حاجة أشفط بيها التراب من غير ما هيجوا على السيد زي المنفضة لو ما رنتش على أما هي الرنة دي بقى اللي بتقلب الدين لأ وفيه اختراعات بقى قوية جدا المنظفات الشديدة اللي بنستعملها يعني المية والصابون كفاية قوي بينظفوا وبيخلوا الدنيا زي الفل لأ ده إحنا لازم نحط كلور وفينيك وفلاش وحاجات قريبة جدا وفيه اختراعات عجيبة بدأت تتظر في فترة أخنية ونما يخلطوا بقى حاجات مع بعض كلور مع فلاش وده بيبقى خليط قاتل بيجي بعديه العيانة أو السيد طبعا الغازات اللي بتخرج منه الأبخرة والغازات اللي بتخرج منها مش عايز أقول لك يعني بيتعمل إصابات شديدة جدا نبتعد بعدها شهور تعبانة ومش قادرة ترجع لطبيعتها في الحالة الصحية بتاعتها فلازم ناخد بالنا عدم استخدام الحاجات دي ولو حنستخدمها مضطرين يبقى مخففين في استخدامها طيب هل الغذاء ليه علاقة بالأمر؟ يعني لو فيه طفل مثلا عنده حساسية وعملت له برنامج غذائي معين ممكن يخف طبعا مع متابعة أكيد عند الدخول طبعا بس هي ممكن بعد أنواع الأغذية عند بعض الناس ممكن تعمل حساسية بس مش كل اللي عنده حساسية صدرية عنده حساسية من الأكل لكن فيه بعض الأغذية عند بعض الأفراد ممكن نعرف فلو عرفنا أن الطفل أو الشخص دي عنده حساسية من أكلات معينة طبعا لازم يتجنبها غير كده بقى أن احنا برنامج غذائي زي ما قلنا يبقى أكل صحي حاجات اللي فيها خضروات فاكهة بروتينز الحاجات اللي فيها مضادات أكسادة أو فيتامينات طبيعية طيب مريض الحساسية في الصيام مش بيبقى متاح لو أنه ياخد البخاخات قوي إذا ما كانش حالته صعبة وشديدة يتعامل إزاي يعيد يعني توزيع الموعيد البخاخة ولا يعمل إيه بس هي حكاية بخاخة الصدر الحقيقة فيه في سعودية فتوى بأن هي لا تفتر وعندنا الحقيقة كان فيه شوية دبيتس أو فيه عدم التفاكر يعني فيه البعض أقل تفتر والبعض أقل لا تفتر فيه يعني على أحوط الأمور أحنا ممكن ناخدها مع الفطار ومع الصحور ماشي وده هتماشي الأمور بس زي ما قلنا أهم حاجة أن احنا نتجنب التعرض لأي حاجة مهيجة للجهاز التنفسي وفي نفس الوقت نحاول من الفطار للصحور الأكل بتاعنا يبقى صحي خفيف ما نتقلش في الأكل قوي ما يبقاش أكل الدسم عشان ما يضيقش نفسنا وفي نفس الوقت نكتر من الخضر والفاكر والسويل وهي موجو إن شاء الله تعدي على خير يعني أعتقد أن هي في أبسط الحالات يعني يعني أظن الأمور لغاية دلوقتي بسيطة الحمد لله معقولة تحت السيطرة أكيد كل شكرا لكي دكتورة ساعدنا بجود حضرتك معنا هناخد بالنا من التفاصيل اللي حالك قلتيها هنهوي البيوت كل يوم لكن في نفس الوقت مع أي هبة رياح أو حاجة محملة بالأطربة هنقفل وناخد بالنا نحاول نلبس الماسك ونعمل إيه كمان وناخد أدويتنا بانتظام لمرضة الحسية كلهم ونتجنب أي طراب أو دخان أو رحة سجيرة أكيد كل شكرا لكي دكتورة نورتينة وشرفتينة ساعدنا بجود حضرتك معنا النهاردة أهلا وسهلا بيكي دكتورة جهان العسال أستاذ الصدر بجامعة عين شمس شكرا لجودك معنا شكرا لجودك معنا شكرا لجودك معنا